اهلا بكم الى السابعة من الميادين نبدأ بعناوين كتائب القسام تكشف عن اصابة عدد من اسر الاحتلال خلال القصف على غزة العام الماضي وتتحفظ على الكشف عن مصيرهم في هذه المرحلة استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال مواجهات في الخليل واستمرار الاحتجاجات الرافضة لصفقة القرن عبدالفتاح البرهان يكشف ان الاتصالات مع نتنيوه وبومبيو بدأت قبل ثلاثة اشهر ويعلن عن لجنة لدرس مزايا العلاقة مع اسرائيل وعيوبها الجيش السوري يطوق سراقب من ثلاثة محاور والخارجية السورية تتهم اردوغان بانتهاج الكذب والتضليل اجتباكات بين متظاهرين والقبعات الزرق في النجف جنوب العراق والصدر يدعو الى الكشف عن المخربين غدا تخطاب حال الاتحاد الكونجرس يحسم قراره بشأن عزل سرامبا اليوم وسط انقسام حد بين الجمهوريين والديمقراطيين اهلا بكم الى السابعة والتي نخصص ملفها الاول للمشهد الفلسطيني مع اعلان كتائب القسام ان جنود الاسرائيليين الذين اسرتهم الكتائب في العام 2014 كانوا قد اصيبوا بقصف اسرائيلي خلال العدوان الاخير على قطاع غزة معلومة رفضت القسام اضافة اي تفاصيل اليها لكن ماذا في خلفيات هذا الاعلان اليوم وفي اي سياق يأتي هذا وتواصل الشعوب العربية التظاهرات ضد صفقة القرن واليوم تجدد الموعد في تونس مع خروج مسيرات حاشدة رافضة للتطبيع تطبيع لا تزال تتكشف فصوله يوما بعد اخر اهلا بكم الى التفاصيل ونستهل السابع من فلسطين المحتلة اذا حيث استشد الفتى الفلسطيني محمد الحداد خلال التصدي لاعتداءة قوات الاحتلال الاسرائيلي في منطقة باب الزاوية وسط الخليل وزارة الصحة اعلنت استشاد الفتى البالغ من العمر 17 عاما من جراء اصابته برصاصة في الصدق وكان شبان فلسطينيون قد تصدوا لاعتداءات قوات الاحتلال وسط الخليل التي اطلقت الرصاصة المطاطية والحي اعلن المتحدث باسم كتائب القسام ابو عبيدان جنود الاسرائيلي الذين اسرتهم الكتائب في العام 2014 كانوا قد اصيبوا بقصف اسرائيلي خلال العدوان الاخير على قطاع غزة وفي بيان اشار ابو عبيدان ان الكتائب تتحفظ على الكشف عن مصير الاسرى في هذه المرحلة واعدا الاسرى الفلسطينيين بالعمل من اجل تحريرهم بكل السبل واسرائيليا اكد مكتب رئيس الامن الاسرائيلي عدم اعادة ما وصفه بجثث المخربين الى ان يعاد الجنود الاسرائيليون في اشارة الى جثامين الشهداء والمقاومين الفلسطينيين وسائل اعلام اسرائيلية نقلت عن مكتب نفتال بنيت انه يجري العمل على اسر المزيد من جثث الفلسطينيين بغرض مقايضتها بالاسرى والمفقودين وذلك بحسب توجيهات وزير الامن ومعنا من غزة عبر خدمة اسكايب الكاتب والباحث في الشؤون السياسية حمزة ابو شنب اهلا بك سيد حمزة لو بدأنا من اعلان القسام هذا وفق ما لديك من معلومات بداية لنسأل هل اسرائيل ابها بمعرفة مصير جنودها ام انها تمارس الكذب والتضليل للمجتمع الاسرائيلي النقطتان تمارسهم اسرائيل النقطة الاولى تمارسهم بصورة سرية هي تريد معرفة مصير هؤلاء الجنود تريد تعرف هل هم احياء هل هم اموات حتى اذا ذهبت تجاه اي تفاوض او اي حراف باتجاه تحريك هذا الملف يكون لديها معلومات حول هذا الامر وهي تبحث ولم تتوقف عن هذه العملية ولكن هذا الجهد لا تعلن له امام جمهورها الاسرائيلي الجمهور الاسرائيلي منذ عدوان 2014 لديه اشكالية حقيقية في حديث الحكومة الاسرائيلية عن هذا الملف حيث ان الاعلان في كل مرة لم يكن الاعلان من قبل العدو الصهيون بل كان الاعلان من قبل المقاومة اي ان اسرائيل حتى هذه العمليات كانت تعترف بها بعد ان تقوم بها المقاومة الفلسطينية وبالذات كتاب الشهيد عز الدين القسام نعم تمارس التضليل عندما نتنياهو يجتمع ما بين الفينة والاخرى مع عسر الجنود ويبلكهم بعض الرسال ان اسرائيل تواصل جهدها ولكن بصورة حقيقية لا ليوجد جهد حقيقي مقارنة بالسلوك الذي مارسوا الافراج مع الاسرائيلية التي تم اعتقالها في روسيا بزهمة اتجارة المخدرات وسوق على نوع هذا انجاز لاسرائيل ان قام بالافراج عن اسرائيلية في حين انه لم يستطع تحقيق انجاز حقيقي في هذا الملف وهو المرتبط بالاسرة لدى المقاومة الفلسطينية ولم يذهب بهذا الاتجاه حتى هذه اللحظة طيب سيد حمزة ما طبيعة الثمن الذي تريده القسام وتكشف هذا الامر عن اصابة الجنود الاسرائيليين بقصف اسرائيلي في مثل هذا التوقيت لماذا حركت المياه الراكدة الآن؟ نعم هناك مجموعة من الاسباب التي يمكن الحديث عنها بما يتعلق في التوقيت اولا هناك صدقة القرن وما تم الاعلان عنه في البيت الابين هذه الصدقة في احد بنودها المتعلق بالاسرة تنص على ان الاسرة الفلسطينيين المتهمين بقتل جنود اسرائيليين تقرر اسرائيل مصيرهم بصورة اساسية اي ان اسرائيل صاحبة القرار في هذا الملف بصورة اساسية بعد التفاهم مع الفلسطينيين اي ان السبقة للاسرة وعملية التسوية تتجاه الملف في الاسرة فجاءت في هذا التوقيت للتأكيد على هذه الرسالة الرسالة الثانية مرتبطة بالتوقيت كما قلنا بعملية افراج عن الاسرائيلية من روسيا وهي متهمة بتجارة المخدرات ترى تسوق نتنياهو هذا على انه انجاز استطاع ان يقدم في علاقته من خلال علاقته مع الرئيس الروسي بلمانبير بوتين اي انه افرج عن اسرائيلية كان ممكن ان تقضي فترة طويلة من الحكم الامر الثالث هو اقتراب الانتخابات الاسرائيلية نحن نتحدث هنا عن اقل من شهر على جولة الانتخابات الثالثة وتريد المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام ان يكون ملف الجنود على الطاولة الخاصة وانه عندما نتحدث عن ملف الجنود نتحدث عن نتنياهو كان رئيسا للزراء عندما تم اختطافهم نتحدث عن رئيس حزب ازرق ابيض جانس كان رئيس هيئة الاركان عندما نتحدث عن يعلون احد المكونات الرئيسية في حزب ازرق ابيض كان وزيرا للدفاعي ان اثارة هذا الملف في هذا التوقيت لانضبعه لتحريكه على صعيد الدعاية الانتخابية وطرحه على طاولة واجندة الانتخابات الصهيونية اذا وفق ما تتحدث به سيد حمزة هل نستطيع القول ان القسام ارادت ان تضرب عصفورين بحجر يعني هي تريد جر اسرائيل الى عملية تبادل وايضا احرجت نتنياهو كثيرا الذي يعني يتغنى هذه الفترة بانجازات كبيرة لاسرائيل واعلان صفقة القرن واتت القسام لتقول هذا الرجل يكذب على المجتمع الاسرائيلي وان هذه المؤسسة غير آبها بمعرفة مصير جنودها وهم قد اصيبوا بقصف اسرائيلي لا شك يا هنا مجموعة من رسال في هذا الاتجاه هذه الرسال بالاساس الى عوائل الجنود ان الوقت ليس في صالحكم وكلما زادت عملية الوقت نحن نتحدث هنا عن اكثر من خمس اعوام ندخل خمسة اعوام ونصف على عملية الاختطاف ولا يتم تحريك هذا الملك من قبل عوائل الجنود هي رسالة اساسية لعوائل الجنود انك عليكم الذهاب الى حكومتكم والضغط علي حتى تعرفوا مصير ابنائكم وان كان هناك فرصة ان كانه احياء ربما هناك فرصة لاستدراك الامر حتى لا يصبحوا اموات فيما بعد هذه رسالة للعوائل الاسرائيلية ايضا هناك رسالة للمجتمع الاسرائيلي هذه الرسالة تقول للمجتمع والاعلام الصهيوني الذي اهتم بقضية جلعات شريط بان جلعات شريط شخص واحد وهناك الان مجموعة من الاسرى لدى المقاومة الفلسطينيين على هذا المجتمع ان يتحرك حتى ان يكون مصيره اما الرسالة الان وهي لحد نتنياو تقول له وللمجتمع الاسرائيلي بان المقاومة الفلسطينية قادرة وتذكره بان كل مشاريعك وكل انجازاتك التي تسوقها المقاومة الفلسطينية اليوم تمتلك ادوات تضغط عليك المقاومة الفلسطينية تذكر العدو الصهيوني بانها موجودة وان حديثه وانجازاته عن صفقة القرن والوعود الامريكية لا يمكن ان تمر طالما وجدت مقاومة فلسطينية متماسكة وهذا ما تحدثت عنه الصفقة بصورة واضحة عندما كانت تتحدث عن خطر قطاع غزة وتتحدث عن خطر الحدود الشمالية بالنسبة للعدو الصهيوني في لبنان وسوريا وتتحدث عن التهديد الايراني ان رسالة المقاومة تأتي في هذا الاطار للتأكيد ان مثل هذه الانجازات والصدقات والعقدة في الولايات المتحدة وبدعم من الرئيس الامريكي لا يمكن ان تمر طالما المقاومة بكافة اذرحها وتكتلها في المنطقة موجودة وحابرة طيب سيد حمزة بهذا الخصوص اسرائيل تتحدث يعني ايضا هي ترد بطريقة اخرى تقول سنقوم باحتجاز جثث الفلسطينيين لا نقوم بتسليم هذه الجثث حتى نستلم الجنود او نعرف مصير الجنود كيف ستتعاملون مع هذا الامر اذا اعتقد هذا الامر ليس المرة الاولى اسرائيل هذه سياسة متبعة احتجاز جثامين الشهداء وبالنسبة للحالة الفلسطينية هذه قضية مستوعبة ويحتجز جثامين الشهداء كما يشاء في النهاية هو يدفنها في الارض الفلسطينية سواء كانت في الضفة الغربية او في قطاع غزة فهي في النهاية المطاب في الارض الفلسطينية هذا ملف لا يستطيع ضغط به على الفلسطينيين وهنا نريد ان نذكد ان الشهداء ان شهدين من منفذي عملية اسر جلعات شريط بقيامه ترجزين لدى العدو الصهيوني ودفناه في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 اي ان الشهداء لدينا هم قيمتهم بقيمة الشهادة وليس بقيمة الجثمان فهذه ورقة هي نقطة ضعف وفقط هذا السلوك يقوم بارضاء المجتمع الاسرائيلي ويقوم بارضاء عائلات الجنود ولا يستطيع ان يؤثر على الحالة الفلسطينية اي فلسطيني اعفا او اي فصيل فلسطيني تقابل يقول لك نريد اسرى فلسطينيين احياء يخرجوا من السجون هؤلاء ارواح صعدت الى داريها وتبقى هذه الجزة في ناية المطاف ستقضع اسرائيل وتسلمها وان لم تسلمها لا يشكل اشكالية حقية للفلسطينيين واضح السيد حمزة ابو شانب الكاتب والباحث كنت معنا من غزة ارجوك تفضل بالبقاء معنا سنعود لك بعد قليل وفي سياق النشرة حيث اكد رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان ان الاتصالات مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو ووزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو بدأت منذ ثلاثة اشهر لبحث ما يمكن يستفيد منه السودان على حد تعبيره ولفت البرهان الى تأليف لجنة من مجلسي السيادة والوزراء لدرس ما وصفه بمزايا العلاقة مع اسرائيل وعيوبها ولفت لان المجلس لم يتصل بالسلطة الفلسطينية وان الاخيرة نفسها تعترف باسرائيل وان قرب علاقات السودان باسرائيل قد يكون مفيدا في مساعدة الفلسطينيين وفق تعبيره نقل موقع اكسوس الامريكي عن مصادر امريكية واسرائيلية ان مسؤولين من الولايات المتحدة واسرائيل والامارات عقدوا اجتماعا سريا في البيت الابيض في كانون الاول ديسمبر الماضي لبحث تنسيق الجهود ضد ايران وبحسب الموقع فان الاجتماع قده جاريد كوشنر وحضره السفير الاماراتي في واشنطن يوسف الاعتيبة مستشار الامن القومي الاسرائيلي مائير بن شابت كان موجودا ايضا مضيفا ان الاجتماع ناقش براما الاتفاقية اتفاقية عدم الاعتداء بين الامارات واسرائيل تمهيدا للتطبيع الدبلوماسي بين الجانبين التقرير الامريكي تقاطع مع ما كشفته تقارير اسرائيلية قالت ان الامارات تحولت الى حريفا اساسيا لاسرائيل في المنطقة ضد ايران هذا تقرير لمنال اسماعيل الى مزيد من الوضوح تسير العلاقات التي باتت تجمع اسرائيل الى عدد من الدول العربية والخليجية التي لا علاقات دبلوماسية لها مع اسرائيل لمواجهة ما يسميه الاسرائيليون الخطر المشترك ايران الانتقال من التلميح الى التصريح بشأن تلك العلاقات وجد افضل تعبير له في الغزل الاسرائيلي الاماراتي بين وزير الخارجية الاماراتي ورئيس الحكومة بن يمين نتنياهو غزل عكس تنصيقا وثيقا بين الجانبين اثمر لقاء ثلاثيا اسرائيليا واماراتيا وامريكيا بحسب ما كشفت وسائل اعلام اسرائيلية الى طوية واحدة في البيت الابيض جلس مستشار الامن القومي للرئيس الامريكي ومستشار الامن القومي الاسرائيلي وسافير الاماراتي في واشنطن يوسف الاعتيبي الذي يعد شخصية مقربة جدا من محمد بن زايد والهدف زيادة التنصيق في الموضوع الايراني والنقاش في امكانية الدفع نحو اتفاق عدم قتال بين اسرائيل والامارات مراقبون اشاروا الى ان الاجتماع الثلاثي هذا ليس الا جزءا من حلف سري بين اسرائيل والامارات ضد ايران الاجتماع كان جزءا من الحلف السري بين اسرائيل والامارات ضد ايران وهو حلف تحسن في السنة الاخيرة على نحو كبير دليل اخر على نطج العلاقات بين اسرائيل والامارات في الطريق نحو التطبيع الكامل بينهما تمثل في حضور سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة الحفلة الذي عرض فيه ترامب صفقة القرن صحيح أن عراب التقارب الإسرائيلي الإماراتي هذا كان مستشار الرئيس الأمريكي جاريت كوشنر لكن بحسب محللين فإن جذور هذا التقارب تعود إلى أكثر من 25 عاما خلال فترة حكم رئيس الحكومة الأسبق إسحاق رابين في نهاية حديث جمعني إلى إماراتيين وعلى نحو المفاجئ قالوا لنا إن الأمير يريد الاجتماع إلي فقط كان اللقاء وديا ومنفتحا جدا قال لي إنه بفضل أوسلو يحصل ذلك وبفضل رابين الذي نعتمد عليه لأنه صادق ومباشر تعزيز العلاقات بين إسرائيل والإمارات بدى واضحا في المشاركة الإسرائيلية في فعاليات رياضية واقتصادية في دبي وأبوظبي ولذلك فإن السؤال الأساسي لا يتمحور بحسب مراقبين حول وجود علاقات بين إسرائيل والإمارات بل حول توقيت الإعلان عنها رسميا بالعودة إلى ضيفنا عبر اسكايب حمزة أبو شنب سيد حمزة نجدد الترحيب بك قبل أن نتحدث بمضمون هذا التقرير كيف تصف ما جرى مع السودان بين إسرائيل والسودان يعني قلعة عربية جديدة أو دولة عربية جديدة تتهاوى أمام المشروع الإسرائيلي في المنطقة واليوم وجهة النظر السودانية تقول هذا ربما يكون مفيدا لفلسطين أساسا على اعتبار أولا السلطة الفلسطينية أولا هي تعترف بإسرائيل والتقارب مع إسرائيل في هذه المرحلة ربما ينفع فلسطين كيف تعلق؟ بداية عندما تم الحديث عن السودان لا شك يتم الحديث عن بكل حزن وأسف السودان تحولت من دولة داعمة وراعية للمقاومة إلى دولة مطبعة مع العدو الصهيوني وما جزء من سعي العدو الصهيوني من إقامة علاقات مع السودان وهذه ليست وليدة اللحظة كانت هناك منذ أشهر يتم الحديث بأكثر من سياق عن علاقة ما بين إسرائيل والسودان إسرائيل تدرك أهمية السودان كانت بالنسبة للمقاومة الفلسطينية وخطوط إمداد للمقاومة الفلسطينية كان يمر عبر السلاح الذي يقدم من قبل محور المقاومة للمقاومة الفلسطينية كانت أيضا ساحة لتدريب المقاومين الفلسطينيين اليوم للأسف تتحول إلى حالة من التطبيع في ظل ما يتم الحديث عنه طارة ثورات وطارة تغيير أنظمة لكن واضح بأن هناك جزء من تحالفات في المنطقة التي تنشأ وتتطور تريد ونحن نتجه نحو عملية الاستفاة إما أن تكون مع المقاومة أو ضد المقاومة في ظل وجود هذا الحلف بتقديري ربما الآن التعويل على الساحة السودانية وعلى الشارع السوداني وعلى النخبة السودانية أن تفشل مثل هذا الأمر لأن ذلك مرفوض وكلنا يدرك أن الحالة الشعبية وبالذات في السودان حالة شعبية عارمة رافضة مثل هذا السلوك إسرائيل تريد أن تبرهن للعرب وهي طبعا مثل هذه الخطوات تعطي مزيدا من تهويل الأراضي للفلسطينيين بالعكس لا تخدم للفلسطينيين ولا تخدم السلطة الفلسطينية وعلى سيد حمزة آسف للمقاطعة لكن هناك تعويل ربما لإسقاط هذا المشروع التطبيعي أو هذا التقارب بين السودان وبين إسرائيل هذا واضح لكن أساسا هناك نضج في العلاقة بين إسرائيل وبين دول عربية وتحديدا خليجية تحدثت تقرير عن علاقة قوية بين إسرائيل وبين الإمارات وهناك معلومات عن علاقة بين إسرائيل وبين السعودية وبين إسرائيل وبين دول عربية أخرى طيب ماذا عن هذه المشاريع الأخرى ومدى خطورتها على قضية فلسطين لا شك هذه العلاقة إسرائيل مع السودان كما قلنا ليس وليدة اللحظة وإنما أيضا بدعم هذا المحور عندما نتحدث عن التعويل على أن هذه المشاريع ستسقط هناك علينا التفريق أن الشعوب العربية التفريق ما بين الشعوب العربية والشعوب الخارجية الشعوب العربية التي تربت على القومية وتربت على الفكر الثوري وتربت على الفكر التحرري ترفض هذه الحالة ولحظنا بالرغم من أن مصر تدمحها تبقية سلام مع إسرائيل إلا أن الحالة الشعبية حتى هذه اللحظة فشلت إسرائيل في تحقيق أي اختراق على الصعيد الشعبي المصري ومازال الشعب المصري يرفض هذه العلاقة أما على الصالة الإشكالية على صعيد الخليج لم يكن الخليج ذات تربية قومية ثورية ترفض مثل هذه المشاريع فمن السهل التمرير هذه المشاريع هذه العلاقات ليست من اليوم يتم الحديث عنها منذ عام 2010 وما قبل من عام 2010 هذه ذات المشاريع التي تريد أن تحور المنطقة من أن إسرائيل هو العدو الحقيقي للشعوب وللمنطقة إلى أن إيران هي العدوة وهذا الهدف منه حماية أنظمتهم أي أن هذه الدول تريد حماية أنظمتها من أي ثورة عربية واضح فقط للتوضيح مدير إدارة سياسة الشؤون الخارجية في مجلس السيادة السوداني السيد راشد السراج قد أعلن رشاد عفوا قد أعلن استقالاته من منصبه احتجاجا على لقاء البرهان ونتنياهو أنا أشكرك جزيل الشكر السيد حمزة أبو شنابع الكاتب والباحث في شأن السياسي كنت معنا من غزة مسيرة وطنية تونسية ضد صفقة القرن شارك فيها نقابيون وسياسيون ومواطنون وشهدت إحراق عالم إسرائيل ورفع شعارات مناهضة لصفقة القرن وللحكومات العربية المطبعة مع الاحتلال هذا تقرير لمراد الدلنسي تحرك الاتحاد العام التونسي للشغل ضد صفقة القرن كان تحركا وطنيا بامتياز نقابيون وسياسيون ومحامون ومواطنون ونشطون رفعوا أعلام فلسطين وتونس دون غيرهما وأطلقوا شعارات منددة بالرئيس الأمريكي ترامب وبخضوع معظم الحكام العرب لسياساته ترامب هذا الأرعن وهذا المجلون في كل مرة يطل علينا بإطلاله معناها فهمتني المرجع نتاحها تكون هو الحكام العرب وجزء لا يستهانوا بهم منهم المسيرة جابت الشارع الرئيسي للعاصمة التونسية حيث دوت في أرجائه صيحات تأكيد رفض صفقة القرن مؤكدة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني عند كل محطة ومنعطف يجدد التونسيون بكل مشاربهم وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمهم الحقوق الفلسطينية ورفضهم كل المشاريع التي تهدف إلى تصفية قضيتهم وأخرها صفقة القرن نحن اليوم في الشارع للتنديد بصفقة القرن للتنديد بفاعليها للتنديد بالأنظمة العربية المتواتئة بشكل مباشر وغير مباشر مع هذه الصفقة التي تستهدف القضية الفلسطينية برمتها نحن في الشارع لإسناد الشعب الفلسطيني إذا كان وعد بالفور واحد أرشى الصهيونية فصفقة القرن تحاول تطبيع وضع الصهيونية وتريد هذا الاحتلال اللاشرعي البغيض آخر قضايا الاستعمار في القرن الواحدة وعشرين تريد يضفال شرعية عليه إحراق عالم إسرائيل أكثر من مرة خلال المسيرة الوطنية كان تعبيرا رمزيا على رفض تونس السيرة في النهج التطبيعي الذي انتهجته أكثر من دولة عربية بعد المسيرات الشبابية والطلبية جاءت هذه المسيرة النقبية والتي ضمت محامين إضافة إلى أبرز الأحزاب التونسية لتتوج موقف تونس المبدئي الذي يدين صفقة القرن ويؤيد حقوق الشعب الفلسطيني مراد الدلانسي تونس الميادية إلى الملف السوري وفيه أفاد مراسل الميادين بأن الجيش السوري يطوق مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي من ثلاثة محاورة الشرقي والجنوبي والغربي بالتزامن مع استعادة تل الشيخ منصور وسلامين والرصافة جنوب شرق سراقب في غضون ذلك أعلن مصدر عسكري منح المسلحين الذين يحاصرون المدنيين في مدينة سراقب ومنطقة تل طقان فرصة أخيرة لإلقاء السلاح وتسوية أوضاعهم المصدر قال أن المجموعات الإرهابية تهاجم المدنيين في منطقة خفض التصعيد في إدلب وتتخذهم رهائن ودوع بشرية فيما أجبر أكثر من ستة آلاف وخمسمائة طفل على الفرار يوميا من شمال غرب سوريا خلال الأسبوع الماضي وفقا لمنظمة اليونسيف قالت الخارجية السورية أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تؤكد عدم احترامه أي التزام أو اتفاق وانتهاجه الكذبة والتضليل والمراوغات من جديد مصدر في الخارجية قال أن ما يفعله رأس النظام في تركيا هو حماية أدواته من المجموعات الإرهابية التي قدم عليها كل الدعم ولا يزال وأضاف أن أردوغان لا يستطيع وفق موجبات اتفاق أضنى التصرف على نحو منفرد مشددا على أن الاتفاق هو بين دولتين ويفترض التنسيق مع الحكومة السورية هذا وكان أردوغان قد رأى أن الاتفاقات في إدلب وشرق الفرات ليست فعالة وقال أنه يمهل القوات السورية حتى نهاية الشهر للانسحاب من المناطق القريبة من نقاط المراقبة التركية سنرد من دون أي تحذير على أي هجوم جوي أو بري جديد يستهدف جيشنا أو المقاتلين المتعاونين معنا بغض النظر عن مصدره السابعة مستمرة من الميادين وفيها بعد الفاصل مصرع العشرات في انهيار ثلجي شرق تركيا من جديد أهلا بكم نستانف السابعة من العراق حيث وقعت اشتباكات بالأيدي بين تنسيقيات المتظاهرين والقبعات الزرق في ساحة الصدرين وسط محافظة النجف الاشتباكات أدت وفق مراسلنا أدت إلى سقوط عدد من الجرحى يتي هذا في ظل رفض المتظاهرين تكليف محمد توفيق علاوي تأليف الحكومة العراقية إلى ذلك دعا زعيم التيار الصدر يا سيد مقتدى الصدر أصحاب القبعات الزرق إلى تمهيد الطريق أمام القوات الأمنية العراقية لكشف المخربين وفي تغريدة له أشار الصدر إلى أنه لا تمييز بين ثوار تشرين السلميين وثوار الإصلاح إلا من له أجندات خارجية أو يريد الفتنة أو يحمل السلاح ضد العراقيين في ملف آخر وغدات خطابه بشأن حال الاتحاد يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجلسة التصويت النهائي في إطار محاكمته أمام مجلس الشيوخ ومن المتوقع يصوت المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون لمصلحة تبريئته من التهم الموجهة إليه باستغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس هذه الجلسة كان قد استبقها ترامب بخطاب حال الاتحاد خطاب تعهد فيه إنهاء ما وصفه بالحروب الأمريكية في الشرق الأوسط وأفغانستان فيما غبت سوريا وكوريا الشمالية عن هذه الكلمة هذا وبدت التوترات بين الديمقراطين والجمهورين بأوضح صورها خصوصا مع تمزيق رئيسة مجلس النواب نسخة الخطاب لترامب قبل مغادرته المنصة هذا تقرير لمحمد كريم مشهد القاعة خلال إلقاء الرئيس ترامب يختصر حال الاتحاد الأمريكي الملقسم لا استجابة من ترامب ليد بلوسي للمصافحة ولا تصفيقة أو وقوفة من نصف القاعة الديمقراطي أو ضيوفهم حضرت الملفات الداخلية بقوة في الخطاب بدءا من برامج الرعاية الصحية إلى الاتفاقيات التجارية مع الصين ودول الجوار والتركيز على الاقتصاد والإنفاق العسكرية تحركت بسرعة لإيجاد بدائل لنظام الرعاية الصحية بأسعار منخفضة استثمرنا 2.2 تريليون دولار في الجيش الولايات المتحدة أصبحت مستقلة في خطاع الطاقة والمنتجة الأولى للنفط والغاز في العالم في ملفات السياسة الخارجية أشهد ترامب بزعيم المعارضة الفنزولية متعهدا بتغيير حكم مادورو فيما تناول صفقة القرن بشكل مقتضب وبينما غابت سوريا وكوريا الشمالية عن الخطاب حضر الملف الإيراني يجب أن يتخلى النظام الإيراني عن رغبته في حيازة السلاح النووي ما استطيع أن نساعد الإيرانيين في تحسين اقتصادهم ترامب الذي تعهد بإنهاء الحروب الأمريكية في الشرق الأوسط وأفغاستان بدأ خطابه كمهرجان انتخابي استقبله الجمهوريون بهتاف أربع سنوات جديدة في إشارة إلى رغبتهم في ولاية ثانية له لكن على ما يبدو فإن الموسم الانتخابي سيشهد مزيدا من التوتر عززه تمزيق بيلوسي لنسخة الخطاب المقدم من ترامب قبيل مغادرته المنصة خلى خطاب ترامب من أي إشارة إلى ملف العزلة ربما لاقتناعه بأن مجلس الشيوخ سيصوت بعد ساعات ببراءته ويغلق هذا الملف محمد كريم واشنطن الميادين معنا مدير مكتب الميادين في واشنطن منذر سليمان أهلا بك منذر بعد ما مزقت رئيسة مجلس النواب نسخة خطاب ترامب قبل مغادرته المنصة حتى بهذا إلى أي مدى وصل الاختلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين في أمريكا الخطاب يسمى عادة خطاب حالة الاتحاد وهذا الاتحاد بالفعل شهد انقساما حادا غير مسبوق أولا بعدم مصافحة ترامب لبيلوسي وهو على فكرة لم يتحدث معها منذ حوالي شهور تقريبا وهذا أمر أيضا غير طبيعي وهي ردت عليه بتمزيق الخطاب النسخة التي قدمها لها هذا يعكس بالفعل ما يجري في الساحة الأمريكية وأيضا يعكس غطرسة من الرئيس الذي يرفض حتى المصافحة وهي مسألة بروتوكولية عادية كونها هي رئيسة الجلسة رئيسة مجلس النواب حيث يلقى الخطاب عادة الوضع في الولايات المتحدة بالفعل وضع مشهد غير مسبوق والسبب في ذلك أن الانقسام حاد بين الجمهوريين والديمقراطيين وهناك حالة من عدم التفاهم وأيضا إصرار من قبل الحزب الديمقراطي على استدعاء بولتن الذي كان يخدم في الإدارة لخي يقدم شهادة لاحقا حتى بعد انتهاء التصويت الذي سيجري لاحقا اليوم بعد ساعات أيضا هناك انقسام إلى حد ما داخل الحزب الديمقراطي هذا الانقسام نشهده في الارتباك الذي جرى في أول ولاية للتصويت التمهيدي للحزب الديمقراطي حول اختيار المرشح حيث لم يكن هناك مرشح بارز حصل على أغلبية كبيرة في الأصوات بينما توزعت على أربعة منهم نائب الرئيس الذي كان يعتبر أنه يتوجب أن يكون في المقدمة نتيجة أنه كان نائب الرئيس لفترتين وبالتالي هذا الوضع يضع الحزب الديمقراطي في وضعية انقسامية بمعنى أنه صحيح أنه قد يحشد القاعدة الانتخابية ولكنه أيضا هو يعاني في الوقت الذي يتصرف ترامب وكأنه الفائز المنتظر في الانتخابات القادمة ويتصرف بغطرسة هناك ارتباك في الحزب الديمقراطي وعدم التفاف حول شخصية وازنة تصبح هي المرشح المقدم مما يعني أنه حتى المؤتمر الحزب القادم للحزب الديمقراطي قد يكون في الصيف الفترة الزمنية التي يتم فيها ربما في المؤتمر وليس قبل المؤتمر اختيار المرشح وهذا سيكون عامل ضعف للحزب الديمقراطي لأن ترامب سيتمكن من خوض الحملة من الآن وهو يخوضها أصلا منذ البداية طيب منذر وفق هذه المعطيات يعني وفق الغلبة للجمهوريين داخل المجلس ووفق تصاعد الخلاف بهذا الشكل بين الجمهوريين والديمقراطيين ووفق الارتباك بين صفوف الديمقراطيين ما هو المتوقع من مقررات لجلسة اليوم بخصوص محاكمة ترامب مجلس الشيوخ الذي يتحول إلى محاكمة عمليا أو محكمة يتم التصويت كل المؤشرات تدل على أن التصويت الذي جرى حول استدعاء الشهود بمعنى منع استدعاء الشهود سيكون تصويت مشابه وربما أفضل لصالح ترامب بمعنى أن الأغلبية لدى الحزب الجمهوري قد تستمر لأنه ربما يكون عضو من مجلس الشيوخ في الحزب الجمهوري ربما يصوت ضد ترامب أو أنه يمتنع حتى عن التصويت وحتى هناك ثلاثة أعضاء من الحزب الديمقراطي الذين لأسباب انتخابية لا يرغبون في أن يتخذوا موقفا حادا من ترامب ربما أيضا يتراجعوا بمعنى أنه هناك ضمانة وتصرف ترامب في خطابه أمس تصرف بأنه هو الفائز وأنه هو المقتنع بأنه سيتم برأته إذن في حوالي الرابعة من توقيت واشنطن يتم الجلسة والتصويت وكل الترجحات بالتأكيد لن يكون هناك مفاجآت سيتم تبرئته هل سيتم تبرئته في الساحة الإعلامية والسياسية بالطبع لا المجلس النواب أقر عزله وبالتالي سيبقى هذا في سجله بينما ستتحول الأمور كما كانت هي أصلا معركة سياسية بامتياز وعلى الحزب الديمقراطي أن يشد أزرو في محاولة الوصول إلى مرشح يجمع عليه الحزب الديمقراطي لكي يقارع ترامب الذي يبالغ بالإنجازات بالتأكيد ويتصرف وكأنه ملك أكثر مما هو رئيس واضح وسنبقى نتابع آخر التطورات شكرا جزيلا لك مدير مكتب الميادين في واشنطن منذر سليمان والآن إلى إيران وآخر المواقف التي صدرت اليوم مع اقتراب موعد انتخابات مجلسي الشورى وخبراء القيادة اشتركوا في القناة شدد المرشد والإيراني وسيد علي خامناء على ضرورة المشاركة الكثيفة في الانتخابات المقررة في الحادي والعشرين من الشهر الحالي وفي كلمة ألقاها أمام آلاف الشبان الإيرانيين في طهران لمناسبة الذكرى الحادية والأروعين لانتصار الثورة الإسلامية ولمناسبة عشرة الفجر شدد خامناء على أن من تهمه إيران وأمنها عليه المشاركة في هذه الانتخابات تعد الدورة الحالية للبرلمان الإيراني الأكثر استجوابا لوزراء الحكومة في تاريخ الجمهورية الإسلامية فقد أدت الاستجوابات إلى إقالة واستقالة ستة وزراء خلال عامين ونصف العام من عمر الحكومة أحمد البحراني الدورة الحالية من البرلمان الإيراني هي الأكثر استجوابا لوزراء الحكومة منذ انتصار الثورة الإسلامية استجوابات أسفرت عن إقالة واستقالة وزراء الطرق والعمل والزراعة والصناعة والاقتصاد والتربية والتعليم لكن ذلك لم يكن كافيا فهو استحقاق دستوري لم يمارسه البرلمان بشكل مطلوب لمراقبة أداء الحكومة يقول أصحابه برأيي البرلمان لم يراقب أداء الحكومة بشكل جيد ولم يحرز درجة مقبولة على هذا الصعيد صحيح أنه كان أكثر برلمان يقوم باستجواب الوزراء لكنه أكثر برلمان تراجع عن الاستجوابات أيضا قبل معيدها وهذا يعود إلى العلاقات المشبوهة بين بعض النواب ورجال الحكومة نصف نواب البرلمان إصلاحيون أو أصوليون مقربون من الحكومة وهو ما يفسر تراجع النواب عن بعض الاستجوابات في اللحظات الأخيرة يقول البعض بينما يقول آخرون إن الضقوط والعقوبات الأمريكية القاسية على إيران هي التي فرضت على النواب تجنب التصعيد مع الحكومة وبين المقولتين هناك من له رأي آخر البرلمان تدخل في بعض القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية للبلاد كالاتفاق النووي وقدم حلولا لكن الحقيقة هي أن المجلس الأعلى لأمن القومي الإيراني هو المعني برسم السياسات الخارجية العليا للبلاد وللبرلمان دور استشاري لا أكثر دور اختلف كليا في الإشراف على السياسات الداخلية للحكومة بعد سن قوانين أثارت الكثير من الجدل بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية من أبرز قوانين البرلمان الإيراني راهن تقليص المرتبات الشهرية للمسؤولين إلى حد كبير إضافة إلى منع توظيف أصحاب الجنسية المزدوجة في المهام السيادية تشريعان يقول نواب أنهم أرادوا من خلالهما إثبات دورهم في ميزان القوى داخل إيران بعد محاولات لتحجيمه أحمد البحراني طهران الميادين تعد إيران ثاني أكبر تجمع لليهود في الشرق الأوسط الذين يفتخرون بأن كنسهم هي الأكثر أمنا في العالم كما يرى يهود إيران أن إسرائيل عدو لشعوب المنطقة وأنها خطر على السلم والأمن الدوليين وهم لا يعترفون بوجودها أبدا هذا تقرير لمالك عبد كنيس ومراسم صلاة يهودية لكنها ليست في أوروبا ولا حتى في إسرائيل بل في طهران يألف الإيرانيون هذه الطقوس فإيران تعد ثاني أكبر تجمع لأتباع الديانة اليهودية في الشرق الأوسط يحظى اليهود بحرية دينية كاملة في إيران ففي الجمهورية الإسلامية توجد عشرات الكنس اليهودية وفي طهران وحدها ثلاثة عشر كنيسا يقدم يهود إيران انتماءهم لوطنهم على أي انتماء آخر حتى وإن كان تحت شعار الدين فهم يرون في إسرائيل عدوا يجب محاربته وكيانا استغل الغطاء الدينية ليحتل أرضا ويقتل شعبا باسم الديانة اليهودية نعيش بحرية دينية كاملة ولا مشكلة لدينا أبدا منذ قيام الثورة الإسلامية وحتى اليوم لم يتعرض أي كنيس لأي اعتداء إسرائيل هي نظام سياسي صهيوني ليس له أي قيمة دينية فهي تستغل الدين لمصلحتها اليهود الحقيقيون لا يعترفون بإسرائيل لأن جميع ممارساتها مخالفة للدين لليهود مدارس خاصة بهم تعطل أيام السبتة كما لديهم دار للعجزة ومقبرة والعديد من المطاعم والنواد الرياضية إضافة لمستشفى خيرية تقدم الخدمات للمواطنين المسلمين واليهود إننا إيرانيون وثقافتنا مشتركة مع أبناء بلدنا لدينا تاريخ مشترك ومستقبل مشترك ومصالح وطنية مشتركة وعندما وقعت الحرب المفروضة على إيران قدم اليهود الإيرانيون الكثير من الشهداء يعتبر اليهود من الأقليات التي يكفل الدستور الإيراني حقها في البرلمان فلهم نائب واحد يمثلهم ويوصل صوتهم وحالهم كحال المكونات الدينية الأخرى كالزردشتيين والآشوريين يرفض اليهود الإيرانيون عروض الغرب وإسرائيل وإغراءاتهما للهجرة من بلدهم فهم متجذرون هنا ولا يوجد ما يدفعهم لترك وطنهم حسب تعبيرهم ودستور الإيراني يضمن حقهم بالمساواة الاجتماعية ملك عابضة طهران الميادين والآن إلى لبنان حيث تنظم وقفة احتجاجية من أمام المصرف المركزي يطلعنا على تفاصيلها الزميل مراسل الميادين محمد الساحلي من هناك أهلا بك محمد كيف تبدو الأوضاع؟ نعم محمد وقفة احتجاجية هي أمام مصرف لبنان لا تزال المصرف وطريق المصرف وجهة لعدد من التجمعات أو لعدد من مجموعات الحراك اللبناني المستمر منذ حوالي ثلاثة أشهر ونصف عامضة المتظاهرون هنا إلى قطع الطريق أمام المصرف المركزي من مستديرة أو من قاطع القنطاري باتجاه شارع الحمرة تواجد أمني كثيف بالإضافة إلى إجراءات إضافية قامت بها الأجهزة الأمنية ربما في محيط المصرف بالإضافة إلى الصور المسبت هنا عند باب المصرف تم وضع شريط شائك أعلى هذا الصور بعدما شاهده آخر حراك هنا من رمي لقنابل المولوتوف باتجاه مدخل المصرف ويردد الشبان خلفي عبارات تنديداً بسياسات المصرفية بحاكم المصرف بالإضافة إلى المصارف وبعض الانتقادات التي تطال الحكومة الجديدة واضح هي بخصوص الشعارات محمد يعني كانت هناك في الأيام السابقة وأيام الاعتصام أمام المصرف المركزي رفعت هناك الكثير من الشعارات هل هناك شعارات أخرى خصوصاً وأنه الوضع السياسي اللبناني قد تحركت المياه الراكدة فيه وهناك حكومة الآن ماذا عن طبيعة المطالب لا تزال هذه المجموعات تعتبر أن لم تقوم هذه الحكومة بأي إجراءات فاعلة باتجاه المصارف أو باتجاه السياسات المصرفية بالإضافة إلى ما يحدث مع عامة اللبنانيين بشكل يومي من حوادث تتكرر مع المصارف من إجراءات متشددة أكثر إن صحة التعبير فبعد أن كانت مثلاً كمية سحب الأموال للمواطنين قبل شهر تخضع إلى إجراءات معينة تم رفع هذه الإجراءات عندما دخل المواطنين اللبنانيون في هذا الشهر ربما هذا كان أحد الأسباب التي دفعت بهذه المجموعات إلى العودة والتجمع هنا أمام مصرف سوف أستضيف أحد الشبان بدقيقة واحدة أحد الناشطين من من يتوجدون هنا بشكل دعن شو هي الرسالة اليوم متجددة أو شو الرسالة اللي يبعاكم أنتم مستمرين فيها الدماء هي رسالتنا من الأساس ومن الأول لما توجهنا صوب مصرف لبنان وصوب المصارف بهذه التحركات لأنه أساس واحد من أساس رموز الفساد في لبنان هو مصرف لبنان والمصرف الأخرى التي تنطوي تحت مصرف لبنان شو ما طالبكم أنتم للحكومة الجديدة تجاه الأشياء اللي كنتوا طالبوا فيها قبل من السياسات المصرفية أو شو ما طالبكم للحكومة تجاه الأشياء اللي عم تعانوا فيها من المصارف أو الإجراءات اللي عم تأخذها المصارف هل أول شي أنا بعد ما شفت البيانة الوزارة لح تعرف الحكومة هلأ شو حطت بنود بس أنا بالنهاية في عندي استعادة أموال منهوبة في عندي هاي العمليات اللي هي الهندسات المالية اللي كان عم يعملها رياض سلامة اللي ربحت المصارف عشرات المليارات من الدولارات هاي مصاري منهوبة من جياب الشعب اللبناني هاي لازم يتم استعادتها هاي كلها يتا لازم تكون من خطة الحكومة هلأ إن كانت هاي الحكومة ولا الحكومة اللي بعدها ما بيهمني الشخص بيهمني الفكرة وبيهمني العمل ضمن هذا الإطار لأنه بالنهاية نحن وصلنا لمطرح صارت ليرتنا فائدة 30 أو 40% من قيمتها شكرا يعطيك العافية إذن محمد كما تسمع هي إجراءات أو هي مطالب تتجدد للحكومة المقبلة ربما وهي ربما محاولة ضغط أيضا على البيان الوزاري المرتقب للحكومة الجديدة في 11 من الشهر واضح سنبقى نتابع معك آخر تطورات محمد الساحلي من أمام المصرف المركزي في بيروت شكرا جزيلا لك وفي ملف آخر حيث قال نائب رئيس الحزب الشيوعي في مدينة وهان الصينية أن الوضع الخاص بفيروس كورونا لا يزال خطيرا وأن المدينة تتواجه الكثير من التحديات يأتي ذلك بالتزامن ما أعلن التلفزيون الصيني أن فريق البحث في جامعة زي جيانغ قد توصل إلى دواء فعال لمعالجة المصابين بفيروس كورونا وقد نجح في تجربة شرق البلاد وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن الفيروس ليس وبائيا داعية إلى مواجهة المعلومات الخاطئة إلى تركيا وفيها ارتفعت إلى 38 قتيل حصيلة الانهيار جليدي في محافظة فان شرقي تركيا الانهيار حدث بينما كان عدد من الأشخاص يبحث عن ضحايا الانهيار الأول الذي وقع أمس وأودى بحياة خمسة مواطنين السلطات المعنية أفادت بإنقاذ ثمانية أشخاص من الانهيار الأول قبل وقوع الثاني وقد أصيب العشرات بجروع في تركيا أيضا حيث انشطرت طائرة ركاب إلى قسمين بعد خروجها عن المدرج لدى هبوطها في اسطنبول وفق وسائل إعلام تركية وانشطر هيكل الطائرة واشتعلت فيه النيران بعد خروجها عن المدرج بسبب انزلاقها وسط تساقط الأمطار الطائرة كانت آتية من مدينة يزمير في غرب تركيا السابعة انتهت نذكر بأبرز ما كان فيها من عنوين كتائب القسام تكشف عن إصابة عدد من أسرى الاحتلال خلال القصف على غزة العام الماضي وتتحفظ على الكشف عن مصيرهم في هذه المرحلة استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في الخليل واستمرار الاحتجاجات الرافضة لصفقة القرن احتجاجا على لقاء عبد الفتاح البرهان ونتنياهو مدير إدارة السياسة الخارجية في مجلس السيادة السوداني رشاد السراج يعلن استقالته من منصبه الجيش السوري يطويق سراقب من ثلاثة محاور والخارجية السورية تتهم أردوغان بانتهاجه الكذب والتضليل اشتباكات بين متظاهرين والقبعات الزرق في النجف جنوب العراق والصدر يدعو إلى كشف المخربين بدات خطاب حال الاتحاد الكونغرس يحسم قراره بشأن عزل ترامباليوم وسط انقسام حد بين الجمهورينا والديمقراطيين المزيد من الأخبار على صفحة الميادين على الانترنت الميادين دوت ننت وباللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت ننت شكرا جزيلا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة